انقلاب حافلة بمدينة فاس بالمغرب وإصابة 54 راكباً بجروح وكسور متفوتة الخطورة في حادثة سير تعرضت له هذه الحافلة للنقل الحضري يوم الاثنين بعد المغرب على مستوى منحدر باب أجيسة بمدينة فاس وذلك بعد أن فقد سائقها السيطر عليها لتصطدم بسيارة أجرى صغيرة قبل أن تصغى عن طريق وتصطدم بقبور إسمانتيا بمقبرة مجاورة ووفقاً لما أكده مصدر طبي تم نقل المصابين نحو قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الغساني بفاس لتلقي الإسعافة الضرورية حيث تم الاحتفاظ بـ 11 مصاباً وثمانية إصابتهم جد بلغة تم وضعهم تحت الإشراف الطبي وثلاثة تعرضوا لكسور غير خطيرة مبرزاً أن باقي الجرحى تمكنوا من مغادرة المستشفى بعد تلقيهم العلاجات الضرورية وفتحت المصالح الأمنية بفاس تحقيقاً حول ملابسة وقوع هذه الحادثة المأساوية وأنتم أتركوا لنا رأيكم في التعليق سبب حدوث هذه الحادثة وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع لا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليس لكم كل جديدنا اشتركوا في القناة